اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حمزة لونا تكلمين عن عملية زراعة الشعر ماذا هي ومين تعمل عملية زراعة الشعر هي عملية معالج زراعة الصلاة لما المريض يعملون في الصلاة هو حل الوحيد فقط لان يتخلص من هذا الموضوع هو زراعة الشعر فقط فقط الحل الوحيد لعلاج الصلاة للمشأة بغض النظر عن نوع الصلاة؟ بغض نظر النوع الصلاة mudar الحالة اللي قدت ليصير عنده صعر اللي هو ممكن وراثة عوامل توتر مت محضة طيزيكات كل العوامل موجودة طب اللي عندهم صلع وراثي عادة بيكون حالة إنهم مثلا تنجح عندهم زراعة الشعر عادية برضو عالية طبعا ما تفرق أبدا كل العوامل تؤدي ده الصلع بالأخير لعملية الزراعة نتيجة واحدة طب حمزة نشرح للي بحضرونا مراحل عملية زراعة الشعر مراحل بتبلش أول شيء استقبال المريض خلينا نحن نحن نخصر المريض أول ما بيوزة لتركيا من استقبله والمطار بتواجه للأوتيل للمشفى بقابل الطبيب بحدد له خط جبهة المبدئية المبدئي قبل العملية ناخد شوية التحاليل بعدين تبدأ عملية مثل باع أول شيء نحلق الشعر من المنطقة الخلفية منطقة بنك الشعر أو المنطقة المنحة المنطقة اللي ناخد منها نحن الشعر منعقب الرئيس بشكل كامل بتبدأ أول شيء عمية التخدير اللي هي أكتر شيء بصراحة المرضى عندهم إياها هي المشكلة الأكبر عندهم الرعب فيها أنه هي أبر مؤلمة أو بتسبب ألم كتير كبير غير قابل للتحمل نوضحونه اللي هي عبارة عن أبر الطبيب لأسنان نفسها بنفس الألم تماماً حتى حالياً فيه تقنيات كبيرة للتخدير فيه عنا تقديد تخدير بدون أبر وبالإضافة تخدير السيديشن كمان اللي هو ممكن بالسبري كبان نتبلش أولاً خليناً ما كتير فعال حالياً تقنيات التخدير بدون أبر حتى هي عبارة عن ضغط عالي ينضغط بفروة الجلد سائل التخدير يخترق الجلد ويتخدر المنطقة بشكل كامل طيب هلأ فيه زمان كان معتقد أو فعلياً كانت عمليات زراعة الشعر القديمة كانوا يقططعوا جزء من المنطقة اللي وراء وبعدين يركبوها وهذا طبعاً إشي مزعج ومؤلم مزعج وتترك جريح ندبئ بخلف الزائس عملية جراحية كاملة وتخدير عام للمريض طبعاً أنتو بمركة سوركيانا إيش العملية اللي بتعملوها؟ نحن حالياً الـ FUT هي تقنية جداً قديمة حتى بأغلب المراكز ما عاد حداً أشتغلها خلنا نقول الـ FUE ححناً نحن بشتغل تقنيتين الـ FUE بالإضافة لـ DHI إيش الفريق بينهم عشان لا أنا أعرف الـ FUE خلينا نحكي المراحل أولها نفس الشيء مثل ما حكينا التخدير بدأ عملية الاقتطاف حصلنا على البصيلات حطيناها بالطبق مع إسائل التغذية الموجود لجانب المريض المرحلة الثانية هي فتح القنوات فتح القنوات تتم عن طريق آلة حادة نفتح قنوات بفروة الرأس نحدد خلينا نسميها حجرة لكل بصيلة حسب العدد البحاجته هو المريض ثلوب بصيلة بعدين نزراعها بمكان كل حجرة الـ DHI الفرق بينهم الـ DHI لا نفتح قنوات نهائية لا نفتح لأي آلة حادة نفتح فيها القنوات البصيلات نحطها بداخل قلم الـ DHI يسميه في تركيا يسميه لشوي تنحطه بنفس الوقت بتم زرع البصيلة وفتح القناة بنفس الوقت ففعليا شوي حافظنا على الوقت أكبر شوي نوعا ما بالإضافة أنه حافظنا على البصيلة نوعا ما أكتر طب هل تكلفتهم نفس الاشي ولا في فرق بصي لأنه خلان نعطي لو عطينا نسمة نجاح لعمية 3.9% هي العملية نجاحة خلان نقول لشوي ممكن تكون 4.5% وقدي تكلفة العملية بشكل كامل تركيا تقريبا تراوح الأسعار في تركيا تراوح من 800 دولار تقريبا إلى 2500 دولار تركينا طبعا نحن تركينا كلينيك بأفريج أسعار تراوح من 1300 مع الإقامة طبعا والمواصلات كاملة إلى 1800 دولار من 1300 إلى 1800 دولار تفرق حسب التقنيات الموجودة طيب لماذا كل الناس تحسوا أنه هلأ أحد يزرع شعر بغض النظر عن إيش طبيعة الزراعة برؤى تركيا إيش المميزة اللي هلأ أصار بتركيا وعياداتها حاليا تركيا هي الدولة الأولى بالعالم بموضوع السياحة العلاجية يعني فيه دعم جدا كبير من الحكومة حتى بالإضافة أنه بلد جدا جميل يعني المريض بيأتي هو أول شيء يمكن يعمل العملية بالإضافة يعمل السياحة بلد جدا جميل أسعار كتير منافسة بفرق كتير كبير عن إذا حكينا عن أوروبا العملية بتكلف 12 ألف يورو تقريبا نفس عملية بنفس التقنية نفس النجاح بفرق حوالي 8 ألف يورو أو أكتر حتى أيام توفر أوتيلات بأسعار كتير قليلة التكة الطيارات حتى موضوع التكة الطيارة أمانه كتير أسعار مانا كتير عالي طب لو بدنا نحكي مثلا عن حالات فقدان الشعار المتعلقة مثلا بأمراض مثلا مثلا موضوع الثعلبة هل ممكن زراعة الشعر تزبط للي عندهم الثعلبة مثلا؟ طبعا حسب أنواع الثعلبة فيه ثعلبة متحركة نحنا نسميها هل هي ممكن تطلع بمكان معين تختفي بتجربة بمكان تاني بهك حالة يفضل أنه ما تنعمل زراعة ما تنعمل عمالي لأنه ما تكون مثل إذا رأناها بهذا المكان ستجربة بمكان آخر لكن ستفتعلها ببقاعية اللي هي ألوبيشي أرياتا أكيد 100% فورا طبعا هي بتنسبة حتى بالدخم بنسبة كتير أكبر طب وزراعات الشعر اللي مش بس خلينا نحكي لفروة الرأس طبعا مثلا فيه هلأ شباب عندهم مشاكل مثلا بموضوع اللحية أو الدئن يعني تبعت الشب فيه ناس عندهم مشكلة في موضوع الحواجب إنه بتكون كثير خفيفة 100% فهل تثبط عمليات زراعة الشعر لللحية أو الحواجب؟ تماما طبعا بنفس التقنيات تماما بنفس المدة العملية اللي هي تتراوح ميسوة 300 ساعات تمام حمام يعني حمزي شكرا جزيلا إليك كنت معلومات وافية لأي حدا ممكن كان يستفسر عن موضوع زراعة الشعر